اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات السوليد ووركس والشيت ميدل معاكم احمد شوكري مهندس بحث وتطوير ومهندس تصميم ميكانيكي معتمد من شركة داسولت سيستم احنا النهاردة في الفيديو ده هنشوف ازاي نعمل نون لينير اناليسيز باستخدام السوليد ووركس سيميوليشن لستمبت كابس للمنتج اللي قدامنا ده المنتج اللي قدامنا ده هو كليفز هانجر وده افيز بيستخدم في حمل او مسك المواسير بتاعة الفايرفايتنج قبل ما نعمل نون لينير اناليسيز هنحتاج ان احنا نرسم البارت بتاعي وهنرسم داي والبونش 3D عشان بعد كده ندخلهم لبيت الاسيمبلي ونعملهم سيميوليشن وده شكلهم بعد ما احنا صنعناهم وقطعناهم على الليزر الاستمبت بتاعتنا دي بسيطة بس كهي فكرة شغالة عالتناية وتم تجربة بس الاول بحتاج اشوف سيميوليشن لعملية التشكيل ده ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو بتاعنا ازاي نعمل هروح هفتح اسيمبلي بعد ما اكون رسمت البونش والداي بتاعي وهدخل البلانكة بتاعتي وهبتدي اعمل ميتس للداي هعمل البوتون بتاع الداي مع التوب بلين كونسيدنت وبعد كده هعمل سيميتريك حوالين الفرونت بلين بتاعي واسيميتريك حوالين الرايب بلين بتاعي بحس ان هو يبقى ايه الداي يبقى فيكسيد وبعد كده هعمل ميتس بين البونش وبين الداي وبعد كده هزبط المشوار بين البونش وبين الداي عن طريق الديستانس ميت او الليمت ديستانس اهو هزبط المشوار على مية وعشرة وهدخل البلانكة بتاعتي وهعمل لها ميتس برضو مع الداي واسيميتريك وهي خليها موازية للسطح حوالي مثلا اتنين ميلي للتوب سيرفيس بتاع الداي هحفظ الاسيميل بتاعي وبعد كده هروح هعمل نون لينير اناليسيز وهعمل سيكشن بلين بعد كده هعمل انتر اكشن الانتر اكشن ده هيبقى بين الاجس اللي هي بتاعة البونش اللي هيحصل بينها وبين البلانكة بتاعتي كونتكت وهعمل الديفاين بتاع الطيب اف كونتكت سيرفيس تو سيرفيس وبعد كده هعمل الكونتكت بين البلانكة وبين الاجس بتاعة الضي وبرده هيبقى سيرفيس تو سيرفيس وهحط كوفيشن توفريكشن بعد ما عملت الوكال انتر اكشن هعمل الفيكتشارز بتاعي لازم هسبت الدي واختارت فكسيت جيومتري لكن البونش هعمله فكسيت من اتجاهين لكن الاتجاه اللي هو الواي هخليه حر لان ده اللي هو اتجاه التشكيل بتاعي بعد كده هعمل عملية ميشنج ودي كده عملية الميشنج تمت وهروح اعمل ران لعملية السيميوليشن وزي ما احنا شايفين قدامنا هو هو بيعمل عملية فورمينج ليه الشبه او شبيه ليه عملية الفورمينج اللي بتحصل حقيقي على التنية وهنشوف فيديو بعد ما صنعنا البونش والضاي واحنا بنجرب ان احنا نعمل عملية تشكيل حقيقية وبعد ما عملنا السيميوليشن بتاعتنا على برنامج السوليد ووركس سيميوليشن هنشوف مقارنة سريعة بين عملية السيميوليشن على السوليد ووركس والعملية الفعالية عالتنية بعد ما صنعنا البونش والضاي بتاعنا وعلى فكرة هما مصنعين من السكريب ومعملين اللحام بعد ما قطعناهم بالليزر وعملنا سيرفيس فنش جرايندين هي تجربة بسيطة تمهيدا لبعد كده ان احنا نعمل لها استنبا كاملة على المكبس زي بروتو طايب تقريبا فهنشوف هنا السيميوليشن اهو وده الفيديو الفعلي عالتنية ويمطبقى للعينة بتاعتنا تقريبا وبكده نكون وصلنا لانهاية الفيديو ده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وعشان يوصلك اخر فيديوهات لنا لنا لنا